موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة وعلم أسرع التقنية طبعا في شركة كنكاري أو كنكاري التركية بتاعت المجاورات في ناس كتير طلبها ان انا اعملها تقييم فبعد ويزنكم بس دون وقت ومش هايز اقول لكم تقييمه واطلع يعني ايه بما ان الناس مهتمة بشركة معينة لازم اعمل تقييم يعني تقييم معلم كده على الوقت مش اي حاجة مش كروتة دي نقطة نقطة تانية ايكيو ارابي لو تفتكروا انا كنت اتكلمت عليه قبل كده انه موقع نصب بيستخدم نفس الدومين ولكن الغريب انه هو كان معمول من 2011 فتقريبا محمد سمير قبل ما يطلع او قبل ما يعني قبل ما يسيب المجال حد بقى حاول انه يعمل دومين نيم عشان نصب بيه محمد سمير حب انه هو يرجع يمن نصبه جديده بيه الله اعلم المهم انه تم الابلاغ عن الموقع والحمد لله الموقع توقف عشان محدش هنخدع فيه دي نقطة النقطة التانية جروب متضرر الاغاء الجروب اتقفل وصاحب الجروب او الانر اتعمله دليت اكاونت يعني تم حسف الديل الاكاونت بتاعه هل بقى هو تهدد هل هو ابط الله اعلم بالنفوس ولكن خلينا كمان ظهر من يومين او من كام يوم تسجيله الصوتية محمد سمير بيكلم حد تقريبا انه بيوجه كلامه للاغاء انه هو محتاج فلوس عشان خاطر يدفع للناس ان الموضوع بها صعب وفي ناس وصطله وهو محتاج انه يدفع للناس فلوسها عشان تسكن فيه اشارة ان الاغاء هو اللي معانه فلوس محمد سمير طبعا الكلام ده انا كل شوية بيطلحك جديدة لو تفتكروا موضوع حسام ومحمد سمير قال لك انا مستخدم الموقع بصوا هم عصابة كبيرة من بقى الرئيس العصابة دي بقى حل اللغز في الاخر لكن خلينا متفقين ان محمد الاغاء وبدرو المسؤولين عن انفيزيت ماني للاسف حتى الان لم يتم اتخاذ اجراء قانوني ضدهم او الله اعلم قد يكون فيه اجراءات لكن احنا مش حدش ببلغ اخبار فيه ناس الاول كنت تتكلم وفيه ناس تتقال لك السلام ما لقيت ان الناس مبطرة تتكلم فانا مليش دعوة طيب تاني هقول الكلام ده وانتو حرين عشان الناس بتجي تسنع الخاص وقول ليه طب هو اخبار محمد سامر ايه اخبار الاغاء ايه اخبار مش عارفين يا اخوة انا اذا كان لك حق فابحث عنه وابحث عنه يعني ايه ما تروحش تستسهل ترى واحد على التليجرام وقول لك احنا هنعمل محامه وافضل ان احنا يبقى مع بعض وبعتلي توكيل وبعتلي مش عارفين اذا كانت فلوسك مبلغ كبير ما يزيد مثلا عشرين الف او عشر تلاف دولار او مبلغ مخترم كده يعني يضلع فحضرتك هتقدم بلاغ لوحدك وهتقدم بمحامل وحدك ليه بتزنق نفسك مع حد تاني التاني ده انت بتعمل التوكيل للمحامل او المحامل ااااااااااااااا حبي انه يتنازل او المجموعة وقات رادت وانت مترادتش وحبي انه يعني الموضوع في اللباش انت عايز تعمل ااااااااااااااااااا. لك فلوس كتير قدم بلاغ مفرد عن طريق محامي بس ما توجهش المالك ما ترفضلش بقى تدور على الجروبات من الابض ومن الابضش ومن العمل ومن العملش كل واحد اللي في محافظته قسمين قسم اسمه مباحث انترنت وده غالباً مش هتلاقي في المراكز هتلاقي في المحافظة وقسم ثاني يسمى الاموال العامة فحضرتك تتوجه الى قسم الاموال العامة وتعمل البلاغ بتاعك وانه تم النصب عليك واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد الاسكين شطة جدعين وادي ما يزبط ويكون معاك محامي تمام من غاية هنا تمام من غاية هنا يبقى الوضع اللي انا شايفه حالي لان اي حد انا دلوقتي احمد علي انا نصاب مثلا معايا عشرة مليون الناس اللي واحد بلاغت عني او قدمت بلاغت او بتاعك كل فلوسهم على بعض ما يجوش اثنين مليون خلاص يا عمي انتوا الرجالة وانتوا اللي عايزين حققكم وانتوا اللي بتدفعوا عن حققكم محتاجين فلوسكم اتفضل يا سيد ادل اتنين مليون وتنزلوا عن المحاضر اتنزلوا عن المحاضر يبقى انا اطلعت بتمانية مليون من عشرة مليون اللي انا نصرت بها على الناس مرتاح ليه لان البيت الناس اللي هفلوس صغيرة المبلغ القليلة مبلغوش وهي دي اللعبة هو قل القصة ان هو بلغ هتعمل محامي هتعمل شعرفيه هتعمل بلغات في مجموعة من الناس مجموعة فلوسها كله قد يصل الى كذا المبلغ ده بيبقى يعني التلت او اقلم التلت بيكتب ممكن بعشرة في المية هو ما عندوش مشكلة انه يريح دماغ هو يقوم دفع الفلوس دي في مقابل انه هو بقى رجل شريف بقى ويقدر بيتنقطط في اي حتة خلاص الحبة اللي كانوا عمليه اللي ده وشاب بلغوا عني انا ردتهم والموضوع خلاص فحضرتك متنازل عن فلوسك ده حاجة ترجعلك حضرتك مش متنازل متموشيش في دي الحد اذا كان مبلغك كبير من غير ما يبقى فيه حد تاني يساعدك او حد يزقك او حد يبقى هو المسؤول عنك وفي الاخر الناس كلها بتبقى ما معالجه ربات عمالة تتنشع على خبر هو ايه اللي حصل هو ايه اللي جرى هو فين طب محدش عارف حاجة في اي حاجة ليك فلوس مبلغ كبير حضرتك توجه بالبلاغ في المحاوظة بتاعتك انه فلان الفلاني هو اللي بلغ عني او اللي بتاعتنا صبعي ملاكش فلوس او انت مصاعد ربنا في الفلوس او انت مسمح رجل في الفلوس اني حاجة ترجعلك طبعا وحقك محدش يقدر يلومك عليها في تاني اي موقع تشوفوه نصب يظهر انه هو صاحبه مصري يقولك اصله شركة امريكية واحنا عرب ومنديره مش عارف ايه قدم بلاغ على الصدافة بتاعته انه موقع نصاب هيتطلبه منك سكينشوت لطلبات الدافع او ايميليات الدافع هتخش توادريهم الخطط من جوه وانهم بيبالوا فلوسها عن طريق البيتكون وما الى ذلك هيبقى كده فعلا الموقع بالفلوس هيقوموا واخدين الاجراءات القانونية ضدوا اغلب الدافع اتنين بتخاف انها تستضيف عندها موقع بهذا الشكل لسبب بسيط جدا عشان لما بتحصل مطالبة قضائية ممكن يطلبه يعني يقولك للسيرفر انت فين بيانات الرجل ده بيانات موزيفة الرجل ده بيانات حقيقي فلازم تبقى كل حاجة معروفة اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها لكم تاني اي حد ليه فلوس عندي اي حد كبير اتوجه ببدغة عن طريق مباحث الاموال العامة في محافظتك لما كنتش لسه قدمت بلاغ قدمت بلاغ امسك اللي هو خد منك التوكيل او عمل التوكيل قوله في ايه اللي حصل او ايه الاجراءات او وريني ايه اللي حصل بالزبط عشان تبقى عارف الدنيا فيه واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته